أهلاً وسهلاً مساء الورد يا حلوك ما تشتاقين الغالي يا رب ترى موجودة يا جماعة ترى كل أسبوع يوم الأربعة الساعة سبعة ونص أو ثمانية عندي بث كل أسبوع كل أسبوع كل أسبوع يعني ما في إلا نادراً اللي يكون مثلاً عندي إجازة أو عندي شغلة أو عندي مثلاً متعاونة مع مؤسسة أو شايفة سوي لهم دورة في ذاك اليوم فما أكون قادرة أنه أسوي بث يعني يوم الأربعة بس إنه أسبوعي ترى عندي بث الله يساعدك وحب كبير لكي أكثر كمان وأكثر على كلامك الحلو طيب بالنسبة لكل خدمات المركز تابعنا اللي يسألني عن الاستشارات اللي يسألني عن التدريبات نحن حاطين لكم رابط للتواصل مع خدمة العملاء وبرضو حاطين لكم رابط للمنصة تابعنا اللي حابي شوف دوراتي التدريبية موجودة هناك اللي تقول أبغى أعرف كنت عايشة بأستراليا ورجعت بالسعودية ومو قادرة أتأقلم أو أغير حاسة بلكت أب معناته تحتاجين تفريغ وتحتاجين أشياء كثيرة ترى فحنتكلم عنها أهلاً وسهلاً يا نوح أهلاً وسهلاً طيب بما أنه أكثركم اليوم يقول أبغى تغير وصير معاي مشكلة وواجهت أشياء وأحتاج أتغير خلوني أقول لكم عن أنا رحلتي للتغيير طيب الله يخليكم ضروري نركز اليوم على نقطة إيش؟ التغيير ليه؟ لأنه يعني الحياة أنت حتواجه فيها تغييرات يا أما أنك أنت تتغير للأحسن أو أنت تتغير للأسوأ بغض النظر عن الظروف أنا رح أحكي لكم قصتي شخصياً يعني اليوم قلت أبغى تتكلم عني أنا كنورة إيش اللي واجهته بحياتي؟ طبعاً نقطة مهمة لازم أوضحها مهما كانت تجاربك في شيء معين يعتبر خصوصية لك ما يتشارك بشكل عام يعني أنا لاحظت الآن أغلب المؤثرين أو اللي موجودين على منصات التواصل بشكل عام لجوا يحكون عن قصصهم يعني يحكون تفاصيل تأذي أهلهم تأذي محيطهم تفاصيل تبين بشاعف ناس معينين ترى منت مجبور تحكي هذه الأشياء يعني أنا أفضل دائماً حتى لما أتكلم عن مواقف صارت لي أقول مثلاً وحدة من صديقاتي وحدة من معارفي أحد ما مثلاً بحيث أنه العمومية مريحة بس حتى يعني عشان لو أخصص في فئات معينة حتحسب أنه أنا أقصدها بالكلام إلى آخر أي تجربة أي قصة أنا أذكرها اليوم أو أي شيء أنا واجهته أنا ما أقصد أحد بحد ذاته أو بحد عينه هي مجرد تجارب أنا مريت فيها مع مختلف الناس وأشياء واجهتني بالتالي خلتني أقرر كيف يكون شكل تغييري طبعاً أنا مولودة في بيئة بيئة حجازية لكن بعدها انتقلت وسكنت في بيئة نجدية طبعاً اللي يعرف اللي من السعودية أو أنت يعني في أي دولة كنت تعرف أنه في اختلافات ثقافية بين المناطق اللي موجود فيها فأنا مريت بثقافتين غير أنه مريت بثقافتين كانت على عمري يعني في حركة الصحوة وحركة أشياء مؤثرات يعني اجتماعية عامة برضو أثرت على طبيعة الحياة اللي تنمت فيها فشفت تناقضات شفت اضطرابات شفت أشياء دينية متطرفة اتعرفت لأشياء يعني مؤذية لصحتي النفسية مؤذية طبعاً لأي إنسان أكيد بهذه المرحلة وفي هذه الموجة اللي حصلت في عمري وأنا صغيرة فأغلبنا اللي كبرنا أنا وصحباتي يعني وجيلي اللي كبر يعني في أثر نفسي جاي من المواقف اللي شافها فأنا كل ما كبرت كل ما كنت أقول أنا عندي خيارين طيب يا إما إنه أقمع مشاعري وأسوي نفسي مجنونة اللي أنا شفته في حياتي وأقول آه لا خلاص يلا لنذهب إلى تيار التغيير وسوف أكون إنسان أفضل أو أوقف وأشتغل على الموضوع طبعاً على أيامها ما كان عندنا ثقافة شيء اسمه أشتغل على الموضوع مو زي الآن الآن أنتوا عندكم منصات أنا ترى من الجيل اللي ما أخذ جوال إلا على آخر الثنوي بداية الجامعة وأول جوال طلعته لي أنا كنورة كانوا أنا بالجامعة تخيلوا يعني جي لي كان أصلاً ممنوع أن نحن نمسك جوالات ممنوع أن يكون عندنا جوالات كان عيب على أيامها الجوالات التلفزيون كان عيب على أيامي يو أشياء كثيرة كانت غلط ومحرمة الحمد لله الحمد لله أنه يعني أهلي كانوا واعيين بالنسبة معينة فأنا في أشياء معينة تعرضوا لها غيري ما تعرضت لها لكن لا يزال التيار والأثر المجتمعي كان يعني لازم نخبي أشياء كثيرة ولازم ما نتكلم بشكل يعني واضح أو صريح لأن الصراحة والوضوح كانت مشكلة كان مثلاً السفر للخارج مشكلة كانت الدراسة مشكلة يعني على جيل أمي تقول لي كان عيب البنت أصلاً تدرس جامعة أو تدرس يعني أو تدرس بشكل عام وقبلها كان عيب مدري إيش وهكذا فكل ما أبغى أقولها قبل لا أكمل قصتي اللي هي تذكر أنه أهلك تعرضوا المؤثرات المجتمعية أنت ما تفهمها زي ما أنت تعرضت للمؤثرات أهلك ما يفهمونها أهلك تعرضوا المؤثرات وأنت ما تفهمها فمو معناته أنه أهلك يعاملونك بطريقة معينة أنهم سيئين أنا ما أنكر أنه فيه أب وأم ما يستحقون أبداً أبداً يعني التعامل أو العفو يعني الأشياء اللي يسوونها يعني تعتبر قانونياً ممنوعة تعتبر دينياً محرمة يسوونها في أطفالهم أنا ما أتكلم عن هذه الفئة أنا أتكلم عن إذا مثلاً أهلك ما يفهمونك أنا أتكلم عن إذا أهلك ما يعملونك بالطريقة الصح إذا أهلك متنمرين مثلاً إذا أهلك يعني فيه اضطراب سلوكي معين يعني مضطرب أو مثلاً زي اللي تقول جدتي مجننتني يعني كل يعني بيئة يعني كل بيئة تعرض أشخاصها لإضطرابات معينة الآن بالوضع الحالي صح أنه البيئة تغيرت لكن الإضطرابات باقي تعيش بالإنسان إلي ما هو يقرر يشتغل عليها فهذا المفترق اللي أنا وصلت له وصلت أنه أنا أقمع مشاعري وأعيش كإنسانة إيجابية ولا أنه أشتغل على الموضوع زي ما أقلت لكم ما كان فيه ثقافة أساساً أيام زمان أشتغل على الموضوع فإنسويت قمعت مشاعري زي أي إنسانة في هذاك الجيل إحنا خلاص نصنفت أننا مجانين على كل شيء ما حصلت لوقتها؟ بدأت تجيني أمراض جلدية بدأت تجيني طبعاً القلون العصبي جاني إضطراب في دقات القلب صرت دقات قلبي تخيله يعني وأنا قاعدة كده فجأة تصير 140 147 كأنني قاعدة ألعب كارديو هو أساساً وضع الراحة يعتبر 70 أتوقع من 70 إلى 80 من 80 إلى هذا يعتبر وضع النشط شوي فوق 80 إلى 90 إلى 100 هذا يعني مرة شيء يعتبر أنه ليد دقات كده مرتفعة برضو واجهت مشاكل في النوم واجهت مشاكل في التنفس واجهت زيادة في الوزن اضطراب في الهوربونات كل هذا من المشاعر اللي أنا كنورة وكنت مخزنتها ومرافضة أتعامل معها وأساساً مسوية من جنونة عليها ليه لأنه ما كان عندي ثقافة يا نورة اشتغلي على نفسك ما كان أبداً هذه الثقافة موجودة فإيش صار بعدها؟ بدأت تجيني أعراض 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 هذا الستر قبل لا أتكلم قبل لا أكون مدربة قبل لا يكون أي شيء فما كنت عارفة إيش قاعد يصير يا ربي أنا طبعاً ما يحتاج أقول لكم سمعت عين سمعت حسد سمعت سحر سمعت كل هذه الفعاليات كلها كلها سمعتها كلها موجودة وأنا أحب أسميها فعاليات ليه؟ أنه أول ما يشخص الإنسان ثاني بعين سحر حسد بدون أي إثبات أو دليل أو مراجعة أو مرجعية أو شيء أنا على طول أعرف أن هذه المرجعية غير صحيحة أو أن هذه المعلومة غير صحيحة فأنا كنت عارفة في قرارة نفسي نورا أنه لا في شيء غلط أنا 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 إنسان حلوة وطبيعية وأسولف مع الناس وأضحب واجتماعية بس ما أرجع في الليل فيني حزن ما أحب أني أقعد بالحالي أبداً أخاف أقعد بالحالي أبغى أشتغل 24 ساعة طبعاً دخلت في إدمان الشغل طبعاً الناس بتعرفون شيء الإنسان اللي عنده اضطرابات نفسية يبدأ عشان يريح نفسه لأنه طاقة مقموعة تصير يبومي يشتغل على طول يحرك يده يحرك جسمه يحرك يبغي يطلع يبغي يخترط بالمجتمع يبغي يسوي حتى لما أنا أجي أوظف مثلاً أحد دائماً أراقب نشاطه إذا كان نشاطه مفرط فمعناته أنه النشاط المفرط هذا جاي من كبت مفرط يعني معادلة عكسية فرط نشاط فرط كبت لا ما هي معادلة عكسية يعني معادلة تساوي كده كده هذا يساوي هذا طيب لكن الإنسان المتزن عنده طاقة معينة في اليوم يصرفها بشكل معين أنا كان الطاقتي هائلة 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 من ناحية أنه عملي اشتغلت امتهنتي عن جسد في سوق العمل تقريباً عشرة إلى 11 سنة وأنا أشتغل في وظائف مختلفة وكل وظيفة أبدع فيها وأخذ شهادات وأخذ مناصب واشتغلت في أكثر من مجال واشتغلت في أكثر من جهة ما شاء الله يعني كنت التب التب في شغلي بس يعني آخر سنة لي في العمل تقريباً بدأت تلاحب من جد يعني نورة الوضع ما هو طبيعي أنت فيك شيء أنت فيك شيء أنت فيك شيء وبدأت وقتها تجيني إيش نوبات الهلع وبدأت تجيني وقتها إيش ما يسمون هذيك نوبات الهلع واشت الثاني يا ربي القلق الكورونيك مدير المهم منسيت الاسمه المهم هو أنه خلينا نمسك على نوبات الهلع نوبات الهلع لدرجة أنه يعني أتجمد بمكاني وأوقف ويصعب تنفسي وما عرش لن أتصرف وأحياناً يرافق نوبات الهلع أعراض جسدية زي الاستفراغ زي الدوخة زي إيش ما كان كله بسبب إيش يا جماعة أنا ما كنت أدري أساساً أنه فيني مشكلة في ناس كثير يكونوا الواصل لمرحلة الاكتئاب ويحسبون أنه هذه الحياة الطبيعية أنه أنا أكون بهذا المستوى من الحزن أنه أنا أكون بهذا المستوى من الأسع بهذا المستوى من الأدى طبعاً ترى أقول هذا الشي وأنا يعني واصل النوبات الهلع وأنا إنسانة إيش ترى كنت أحضر دورات تدريبية ثقف ومثقفة وأقول لكم يعني خلاص أترقف عملي إنسانة يعني عملية ناجحة مهنية في كل جوانب حياتي ناجحة بس جانبي أنا كنورة ما أمري التفتل نفسي وقلت تعالي واش صار معاك هونت صغيرة واش واجهتي ايش اللي انت خوفك هل في أشياء تجارب انت عشتيها هذه كلها ما كنت عارفة عنها أبداً كنورة يوم ما كنت أدري يصنون فيه أسئلة زي كده وقتها ما أدري ايش حصل أتوقع شفت مقطع أو شيء أيوة وقتها لا عفوا كنت أتابع توني روبينز توني روبينز اللي يعرفه هذا مدرب يتعامل مع فن التحفيز يحفزك ويخليك رائع وقوي ونشيط وغير وأطلق العملاقة الضخم الجميل بداخلك وأنت أفضل إنسان في الكرة الأرضية ومديرش فقعدت تقول أنا أفضل إنسانة في الكرة الأرضية أنا أحسن واحدة متر إيش أنا لا 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 والله العظيم يعني مرة كنت أتحمس معه بس برضو يا جماعة ما كان في أبداً أي تحسن داخلي انضغط على يعني مضغوطة مضغوطة طول الوقت مضغوطة طيب إلين ما مدري وأنا أتابع توني روبينز فجأة قالت كلمة عن موضوع اللي يعني شي فيما معناه إنه عشان ما كن بس لخبط بالكلام ما رح يتغير حياتك إلي ما يتتغير اللي بداخلك وقتها سألت نفسي سؤال قلت إيش اللي في داخلي ممكن أغيره وتتغير حياتي إيش الشي اللي في داخلي لقيت إنه أنا حزينة مثلا لقيت إنه أنا غاضبة لقيت إنه أغلب الموضوع مشاعر بدأت أبحث 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 فصل مدربة وقرأت وتعلمت ودخلت كورسات وأخذت في أمريكا كورسات واخذت في بريطانيا كورسات أخذت كورسات مختلفة بس كل الكورسات كانت تطوير ذات فيما معنى أنه تحفيزي مهارات التخطيط مهارات الإلقاء لا يزال في عمق معين نقطة معينة أنا ما لمستها إلين ما لقيت مشكلتي الأساسية كانت المشاعر بدت أتعلم التفريق بدت أبحث عن تخصص المشاعر بدت أبحث عن أشياء جداً مختلفة على موضوع التعامل العاطفي بعدين طحت في نظرية اسمها نظرية الاتاتشمنت تيري وهذا اللي أنا أدربها في تدريب التعلق فنظرية الاتاتشمنت تيري تقول أنه الإنسان اللي عنده مشكلة في احتياج معين يبدأ يرتبط بشي معين فبدأت أناظر قراراتي ألاحظ اختياراتي ألاحظ كل شيء لقيت كل شيء عشوائي كل شيء كده جاي يعني في حدسي أنا حسيت كده في هذا الصح أنا أبغى كده في هذا الصح لقيت أنه أنا كنورة ما عندي هيكلة صحيحة للأمور خلاص أنا أشوف أنه هذا رح يجيب فلوس آخذة هذا رح يجيب منفعة كده آخذة يعني صار تقييمي للأمور والقيمة حقته هي أنه فلوس فائدة معينة رغبة معينة إلى آخره إيلين ما استوعبت أنه لا برضو مشاعري ما تغيرت جاني فلوس مشاعري ما تغيرت تغير مناصبي مشاعري ما تغيرت اشتغلت على نفسي في جانب معين مشاعري ما تغيرت اشتغلت في الذكاء العاطفي ما تغيرت صرت مدربة بدأت أدرب عطيت دورات رائع شعوري بعد كل دورة جميل أحسنت يا نورة الناس قاعدت تتعلم لقيت أنه فيه عمق معين أنا مقادرة أوصل له وقتها بدأت في موضوع المشاعر بعد نظرية الاتاتش منثيري بدأت تدخل في الاحتياجات بدأت تدخل أنا إيش نقصني في حياتي أنا إيش اللي كبرت عليه إيش المبادئ الصح إيش المبادئ الغلط إيش الأشياء اللي تعتبر متطرفة إيش الأشياء اللي شالت هويتي كنورة أنا مين أصلا أنا مين أنا كنورة مين أنا مش عرفني أنا تهتي مني أنا مين قاعدت أتابع نفسي يعني يا جماعة شغلت رقابة ذاتية ألف ألف أنا مين وبدأت أرتب حرفيا ما أكذب عليكم الدفتر من وقتها كان صاحبي أمسك وأكتب أكتب أي سؤال يجي على بالي مثلا ليش أنا زعلانة إيش اللي قاعد يصير معاي هل أنا محتاجة مساعدة هل أنا أبغى أسوي شي يعني هل فيه هدف معين أنا أبغى أوصل له طب إيش رسالتي في الحياة طب إيش اللي أبغى أحققه طب إيش اللي أنا أبغى أوصل طب حلو أنا أبغى أدرب اليوم أنا دس أدرب عشان إيش عشان فلوس ولا عشان قيمة طب إذا أنا أدرب عشان قيمة القيمة هذه الإيش طبعا أنا أتكلم لكم هذا الشي كان بشكل عشوائي أنا الحم رتبت لكم قصتي بس كانت يعني على مدى 11 سنة بشكل جدا عشوائي فلما بعدها قررت أنه أنا أحتاج مساعدة دخلت وقتها تكلمت مع مدربة قلت لها شوفي ترى أنا ما أحس أنه أنا فيني مشكلة مرة بس يعني في مشكلة مرة بسيطة أحس أنه في مشكلة بس أنا ترى أشتخل عن نفسي وترى أنا رائعة وترى أنا ذكية وترى أنا مرة ممتازة وأفهم طبعا هذا كله الوهم اللي موجود قدامي أول ما فتحت معاها الكاميرا وبدأت أتكلمت بكيت تخيلوا أني ما عمري تخيل يعني أنا قبل الجلسة ما فيني ولا شي بس فتحت الكام معاها بكيت 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 أحس أنك تقدرين يعني تتكلمين ولا تبغين تبكين زيادة قلت لا أحس أني بغى تتكلم أنا ليش بكيت قلت لها أنا ليش بكيت أنا شفيني يعني قلت لي أنت أول مرة تلتفتي لمشاعرك وتعطيها مساحة أنها تكون موجودة أنت أول مرة تشوفي نفسك يعني من هذه الناحية أنا ما كنت مهمة لنفسي ترى أرجع وعيد عليكم يعني ترى كل أموري كانت تماما أنا ناضجة أنا عندي مجال مهني أنا رائعة أنا مدربة أنا ذكية أنا قوية وأتكلم مرة في بدايتي في التدريب مو بالآن يعني أنا حين دخل على سانتي الثامنة في التدريب أتكلم عن سنتي الثانية لأنه وأنا أدرب كنت أعرف أنه فيه عمق أبغى أوصله وفيه شي معين أبغى أوصله مو التحفيز مو التطوير مو فيه شي عميق أنا كنورة أبغى أوصله فإيش حصل يا جماعة؟ بدأت هي تشرح لي تشرحت لي إيش معنى أنه الإنسان أساساً يكون محتاج يعطي احتياجاته محتاج يكون فاهم نفسه يحتاج يكون ملتفة لنفسه قلت بس هذا العمق اللي أبغى أدرب عليه طول عمري العمق اللي أنا أبغى أوري الناس أنه ترى عادي عادي أنك تكون ناجح في مجالك المهني ورائع وجميل وجسمك تمام وأمورك تمام ونفسيتك تمام بس داخلياً أنت موش تمام أنت متقربع من جوا أنت محتاج معلومات تعلمك أنت محتاج نظام تدريبي يساعدك مو أحد يحفزك للتغيير ولا أحد يقول لك كلام حلو عشان ترتاح وتطمن أنت محتاج تغيير حقيقي وهذا اللي يخليني يعني هذه من أقوى مميزاتي كمدربة أنا أعطي الحقيقة أي متدرب يجي عندي يجيني وهو مستعد يقول لي نورا أنا اخترتك عشان أنت تعطيني الشي الحقيقي أنا ما أجي أقول مثلاً والله أنت رحلتك هذه أنا آسفة عليها وخلاص إن شاء الله رحلتك هتسوي واحد اثنين ثلاثة فيها عشان تتغير لا أنا أقول المشكلة هي واحد اثنين ثلاثة عندي قدرة عالية على التشخيص وأعطي يعني وحتى أعلم المتدرب كيف هو يشخص نفسه بعدين بشكل إنه هو قادر يتعامل مع الأمور فالنظرة الحقيقية للأمور مخرج وخلاص للإنسان النظرة الضيقة للأمور يعني تعذيب نفسي كبير للإنسان والإنسان اللي عايش ما هو عارف يحب نفسه كيف بيحب الحياة بالله أنا بس ألكم سؤال بسيط سألت اليوم متدربتي طيب قلت لها الجسد تقول يعني يكونوا نتناقش أنويها عن حب الذات وكذا فقلت لها اسمعي هل أنت تقدرين تكونين موجودة في جلسة واحدة فيها تكرهينها قاعدة تكونين قاعدة ومرتاحة ومبسوطة ومنت مركزة عليها ولا تحسين دائما أنه في شيء يزعجك الجواب إيش يا جماعة أنه في شيء يزعجك طالما أن الإنسان هذا اللي أنت تكرهه موجود ما حتقدر ترتاح بالجلسة وغالب أنك بتعرف أي مكان تجي فيه حتكون هذه الإنسانة فيه ما حتكون مرتاح فإيش وقتها تسوي تقوم وتمشي فما بالك إذا أنت ما أنت عايش مرتاح مع نفسك كيف حتعيش حياة حلوة إذا أنت ما ما شفت احتياجاتك ما شفت نفسك ما واجهت الطراباتك يعني بعضكم اللي الآن حاضرين دولتكم فيها مآسي عشتوا حياة مثلا فيها مسؤوليات هائلة عشتوا يعني حتى وإنت حسن الوضع الآن عشتوا بتجارب مؤلمة واجهتوا خسارة زي بعضكم ما شوفوا في كومنتاتكم أنه في خسارة في ألم نفسي في أشياء جدا كبيرة قاعدين تواجهونها كيف كيف أنتوا يعني كيف أنتوا توقعون أنه أنتوا حتكونون بخير مجرد أنه هذه الأشياء انتهت وانتوا ما تعاملتم معها ترى أنا كنت نفس الشيء أنا كنت نفس الشيء أحس بأنه خلاص تمر الموضوع يعني خلاص أنا بخير لكن لا لين ما واجهت الحقيقة اللي تقول أنه أنا ما اشتغلت على هذا الموضوع أنا ما أعرف نفسي أنا كل أشياء اللي كل قرارات اللي أتخذها بناء على معايير نحطت في الحياة أجيب السيارة الفلانية ألبس اللبس الفلاني أمتلك الراتب الفلاني خلاص هذا لأنه هذا أفضل شيء في الحياة خلاص أنا رح أوصله بس يمكن طب هذا الشيء مو هذا اللي أنا أبغى صح أني أبغى دخل عالي كل لأني أبغى دخل عالي بس الطريقة اللي حطنها اللي محطوطة في معايير المجتمع اللي عندي ممكن ما هي الطريقة اللي تناسبني فدائما دائما دائما ابحث عن نفسك عندك مشاكل نفسية بسبب أمك اشتغلي عليها لا تخلينها لا تخلي المشاكل تتراكم حطي حدود صحية بينك وبين اللي يأذونك احمي نفسك انت داري نفسك لا تنتظرين زوج يجي يصلح حياتك لا تنتظر زوجها تجي تعوضك وتبني الأسرة معاها ابني علاقة مع نفسك بعدين ابني أسرة صحية مشكلتنا الأساسية أنه نحنا ننتظر التغيير ننتظر رسالة كونية ننتظر إشارة طب ليه إشارتك ما تكون أنت ليه إشارتك ما تكون قدرتك أساسا على أنك تتغيير قدرتك على أنه أنت تتخذ القرار بأنك أنت تشوف نفسك أنت تشوف احتياجاتك أنت تشوف ترى ما عندك فلوس الآن تقدر تبدأ ما هي قضية فلوس لا تحط عوائق لا تحطون عوائق في وجه التغيير ما أنت قادر الآن تدفع المدرب بكرة تقدر تدفع أنا في بداياتي ما كنت قادرة أدفع المدرب بعدين قدرت أدفع والآن أدفع كل ما حتشت شيء أدفع المدرب عشان يساعدني فيه أو أدفع لأخصائي عشان يساعدني فيه وهذا طبيعي لأن الإنسان اللي يبغى يعيش حياة وواجه أشياء معينة هيحتاج أن يشتغل عليها عشان تطلع فلا تحطون العوائق لأنفسكم الآن أنا نورة اليوم أنتوا بتقولون لي يعني أسمع دائما نورة صاتك في قبول نورة وجهك مريح نورة كلامك مريح نورة 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 طب هذا كله لأنه أنا اشتغلت عليه أنا وصلت لهذه الراحة أنا اخترت أنه أنا ألقى الراحة هذه جواتي عشان لما يجي أي إنسان معي يرتاح زوجي يرتاح معاي أخواني يرتاحهم معاي أهلي يرتاحهم معاي أصديقاتي يرتاحهم معاي كل بيتي أبغاها ترتاح معاي لأني فعلا من جوة مريحة مريناوسة وسلسة أموري وكل شيء كل شيء ما أواجه أشياء صعبة أواجه أشياء صعبة ما أواجه مشاكل أواجه مشاكل ما أواجه أشياء عرضت حياتي للخطر إلى الآن أواجه أشياء عرضت حياتي للخطر لكن حس الأمان عندي عالي حس الأطمئنان عندي عالي لأني اش؟ مشتغلة مع نفسي طيب كمدربة صنعت هذه المنظومة اللي هي منظومة التغيير ليه؟ لأن منظومة التغيير هي الأشياء الأساسية اللي أنت محتاج تركز عليها مو مهم أنك تشتري الآن دوراتي المهم أنه أنت تكون واعي إيش الجوالب اللي لازم تشتغل عليها؟ لازم تشتغل على جانب المشاعر أنا عندي تدريب في المنصة اسمه إدارة المشاعر أنا عندي إيش؟ في جانب ثاني اسمه الأفكار برضو عندي تدريب اسمه إدارة الأفكار السلبية برضو جانب الحب سيكولوجية الحب كيف أحب نفسي كيف أتوازم في حياتي كيف أتوازم في علاقتي عفواً مع نفسي وأتوازم في حياتي أتوازم في حياتي؟ تبغلون التوازم في حياتكم؟ هذه المنظومة اللي تساعدك في التوازم بشكل كامل أكذب يعني أكذب أو أي إنسان يكذب ليقولك ستوصل للاتزان بمجرد أنك مثلاً تعلمت كيف تحب ذاتك لا، ستوصل للاتزان في جانب حب الذات إذا أنت اتزنت مع ذاتك في تغيير حياتك ما هي أساسيات التغيير؟ كيف المفروض أنا أتغير؟ وين خطواتي في التغيير؟ الآن أنا منزل على المنصة تدريب مغير حياتي تم سوي عليه عرص وطلبوا مني المتدربين الأمان يعني في البس اللي فات أنه قلتوا لي نخليه ثبتية نوره ب150 ريال فالفترة هذه أنا مخليته ب150 ريال ما رح أغير السعر يعني منزل السعر على اساس ما يعرق لكم شيء عشان تعرفون وين التغيير وبرضو محتوى مجاني أنا ما رح أوقف لا تخافون ما رح أقصر معاكم وبسوي تدريبات مجانية وبسوي ورش عمل مجانية وبسوي أشياء كثير مجانية لا تخافون بس إذا أنت ما قررت تدفع وتستثمر في نفسك مشكلة هذه يعني إحنا مستعدين ندفع في الكريمات مستعدين ندفع في منتجات تجميلية مستعدين ندفع في عمليات تجميلية ما تضيف لنا أثر زي ما يضيف تدريب ممنهج ومهيكل علمي يساعد في خلق راحة نفسية دائمة ترى اللي من جواتك حينعكس على وجهك ضربتي بوتوكس سويت فلر سويت مدرئيش عدلت جسمك من يمين سويت قص معده كل وزنك رح يزيد لأنه نفسي تكتعبان لأنه أنت ما تقدر توقفين أكل أو أنت ما تقدر توقف أكل وجهك حيكون دائما مشدود ومتعب لأنه أنت ما تنام زي ما بسبب الأرق اللي جايك بسبب الطرابك النفسي كل الأشياء هذه تأثر عليك كلها تأثر عليك على منظرك على مظهرك طب ليه ما نختار نرتاح من جوه ليه ما نختار يعني نعرف أنه يعني الله ميسر لنا كل حاجة في هذه الأرض الله ميسر لنا أنه ناس يساعدوننا ناس يكونون ديكاترة ناس يكونون خصائيين نفسين أعطانا العلوم طب إحنا ليش ما نختار العلوم ليه ما نختار العلم اللي ساعدنا إذا أنت اخترت أنه تكمل دراستك وتأخذ شهادة عشان تجيب فلوس طب الفلوس هذه إيش فايداتها إذا أنت ما أنت قاعد تصرفها على معرفتك لذاتك وفهمك لذاتك ووعيك على نفسك وإدارة نفسك بشكل أفضل إيش الفايدة؟ إيش الفايدة أنا أشتري بيت وأزينه بأحسن أثاث لكن البيت من جوه فاضي ما في روح ما في عائلة ما في حياة ما في الإنسان يعني في مقولة دائماً أقولها وأسمعها الحي حيك إذا أنت كنت حي هتحيي أي مكان مو مهم وين أنت فيه الآن المهم أنه أنا أقرر أغير من ناحية أغير في مشاعري أغير في أفكاري أغير في حبي لذاتي غيري في أي شيء أي شيء الآن إي شيء الآن أنت مشكلة عندك غير فيه اشتغل عليه معاي مع غيري بس اختار درب التغيير لأنه لو استمرت كما أنت لا تغير ولا تعدل وتنتظر الحياة تجي تنتظرين فارس الأحلام يجي غير حياتك تنتظر الزوج يجي غير حياتك تنظر أي شيء غير حياتك ما رح تعيش مبسوطا هذه نقطة مرة مهمة لازم كلنا نعرفها طيب آخر شيء اللي هو طبعا عندي تدريب التعلق إن شاء الله حيكون حضوري معاي أفوا يعني أونلاين حيكون معاي اللي عنده مشكلة مع العلاقات السامة ومعارف كيف يتحامل معاها اللي عنده مشكلة الضغط النفسي بسبب العلاقات اللي عنده مشكلة مو قادر يتوازن في علاقاته اللي عنده مشكلة في الحرية العاطفية مو قاعد يكون حر مرتبط بالناس بشكل عالي مرتبط بأشياءه مرتبط بسيارته مرتبط بأغرابه مرتبط ببيته مرتبط بالرقم اللي فراتبه التدريب هذا بيساعدك تغيير حياتك بالإضافة لأنه ترى عشرين ما قاعد أنا مو فاتحة أكثر ليه؟ لأنه أنا أحرص أنه كل متدرب يجيني أعطيه فرصة أتكلم معاه أتفاهم معاه في نفس التدريب أستقبل أسئلتكم أتفاعل معاكم لأنه كل متدرب مهم بشرين روح أمانة عندي أحب أساعدها وأحب أدعمها وأحب أقدم لها كل شي طيب وخير طيب وبرضه مسوية عليه عرض تقريباً خمسين بالمئة اللي هو بدل ما هو خمسمية وخمسين ثلاثمية وخمسين تمام؟ بالنسبة لمنصاتنا كيف نسجل أوه حذفت البر كود بالغلط ما عليش تركان فيك البر كود بس هنا مواقع التواصل الخاصة فيني وبرضو خمسين شفت البر كود موجود أوه الله حذفته لكم سوي نفسكم منكم شفتوا هنا بار كود طيب كنا ننسلسل أن نشوفني هنا بار كود يا حلوين أوكي طيب بالنسبة للتدريب الشي اسمه بالنسبة للتعلق ترى فيه بس عن التعلق أنا مسويته اللي حاب ياخد فكرة عن موضوع التعلق أو موضوع التدريب بشكل عام اكتبوا بس التعلق نورة إدريسي حيطلع لكم على التطبيق الأحمر موجود هناك تمام؟ وبرضو هنحرص نحطك نحطك نحطكم أحطك طيب يا ربي إيش أول تدريب تبدأون فيه اللي هو تدريب غير حياتك أو شوفوا مشكلتكم الأساسية يعني اللي يسألني أي تدريب أبدأ فيه معاكب المنصة يا نورة شوف المشكلة الأساسية بحياتك إيش مشكلتك مع أفكارك مشكلتك مع مشاعرك مشكلتك مع الحب الذات مشكلتك مع التعلق مشكلتك مع أصلا ما تعرف وش تغير كلها موجودة شوفوا أنا صوتها منظومة كاملة غير حياتك سيكولوجية الحب إدارة المشاعر إدارة الأفكار والتعلق كله يا جماعة أنا حطته عساس أنت تعرف من وين تنطلق وين تتحرك بناء على النقص والاحتياج اللي موجود عندك تمام؟ فتكليجاتي للأبد كثيرة ترى مرة تكليجاتي كثيرة من جد من جد لأني أتحمس عرفتي متحمسة وكذا وما أخذ نفس كويس ولا أشرب موية مثلا يعني أكون حيرا أنا أخذ بالذات في التدريبات أكون أهدى بس في البثوث لأني أتكلم وأتفاعل فيكون مرة يعني تفاعلي يخليني كذا يعني أرمي كلا جا ورا كلا جا ورا كلا جا ورا كلا جا شكرا على حضوركم أي شي تحتاجونه تواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للتسجيل في التدريب تواصلوا مع خدمة العملة موجودة روابط التواصل عندنا في البايوهات كل البايوهات حاطين فيها الروابط أشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع الجاي أشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي تمام؟ على خير عندنا بس مرة فنان هنعلن عنه إن شاء الله خلال هذه اليومين على خير الله يحفظكم يا حلوين مع السلامة